اهلا بكم مشاهدين الكرام الى هذا الموعد الخاص بمحلية 27 نوفمبر انطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت عبر مختلف ولايات الوطن لانتخاب اعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تأتي استكمالا للبناء المؤسستي الذي كانت قد بشرته الجزائر وهذا تحت شعار تريد التغيير ابسم واتمم البناء المؤسستي كما تعهد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وسيكون ازيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الانتخابية من اجل اختيار ممثليهم عبر المجالس الشعبية البلدية والولائية وستكون هذه الانتخابات بنمط جديد مع الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة وذلك بتصويت تفضلي دون مسجن وهذا لعهدة مدتها خمسة سنوات اذا مشاهدين الكرام قناة الاجواء ستواكب هذا الحدث الوطني العام بتغطية خاصة عبر مختلف ولايات الوطن لنقل كل صغيرة وكبيرة تخص هذا الاستحقاق الانتخابي من جهته ادلى وزير وشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة واجبه الانتخابي اليوم السبت بالعاصمة وعلى هامش الادلاء بصوته اكد العمامرة ان المجالس الشعبية البلدية ترمز مباشرة الى لا مركزية والى اشراك الشعب في المساهمة في تحقيق البرامج الوطنية ذات النتائج المباشرة على حياتهم في كل المجالات وادى رئيس مجلس الامة السيد صالح قجيل واجبه الانتخابية في اطار محليات السابع والعشرين نوفمبر 2021 في العاصمة كما قال رئيس مجلس الامة في تصريحات صحفية ان نوفمبر اليوم يعود حقيقة ورئيس الجمهورية الاسبق هواري بومدين يعود واشار قجيل الى ان الامل في البلاد والشعب قائمة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر سلام على رسول الله نحن حاليا في المحطة الرابعة بعد المحطة الأولى التي انتخب فيها السيد الرئيس الجمهورية عبد الماجيد تبون وجاء ما بعد هذا انتخاب على الدستور الجديد وجاء ما بعد هذا انتخابات شريعية ونحن حاليا لانتخابات المجموعات المحلية البلديات والولايات نستكمل البناء على الدولة وحقيقة لما نستكمل البناء على الدولة بمؤسساتها ايضا انا دائما ذكر ان نوفمبر يعود وحقيقة نوفمبر يعود وانضيف لهذا ايضا ان ابو مدين يعود وتدخلات بالامس لرئيس الجمهورية تابعنا كلنا حقيقة كلنا يكون عنا امل في بلادنا يكوننا امل في شعبنا ونبقى متمسك دائما بالشعار نوفمبر من الشعب وإلى الشعب وتحية الجزائر والمجد والخلود لشهدانا الابرار والسلام عليكم ورحمة الله كما ادل رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج واجبه الانتخابية في اطار محليات نوفمبر الفين واحد وعشرين وانطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب اعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وهذا تحت الشعار تريد التغيير ابسم واتمم البناء المؤسستي كما تعهد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المنزń المترجم 고요 التعيير الط Grey البحي المترجم 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 ومن جهته أدل وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود صباح اليوم السبت واجبه الانتخابية في إطار محليات نوفمبر 2021 كما دعا الوزير بلجود المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في البلديات أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة أن الانتخابات المحلية هي المرحلة الأخيرة من المصاري الانتخابي الذي سيكرس الديمقراطية التشاركية وقال شرفة على هامش أداء واجبه الانتخابي صبيحة اليوم السبت أن المشاركة في هذه الانتخابات المحلية ستكون بقوة على مستوى الترابي الوطني كما دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن صباح اليوم السبت المواطنين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية من أجل إخراج الجماعات المحلية من بؤرة التسير غير العقلني الذي طبعها في السابق وقال بن عبد الرحمن في تصريح لوسائل الإعلام عقب إدلائه بصوته في الاستحقاق المحلية إن الانتخابات المحلية هي آخر لبنة في بناء المؤسسات الديمقراطية وأضاف هذا مكسب لنا جميعا حتى نخرج من بؤرة التسير غير العقلني الذي طبع الجماعات المحلية في السابق نتمنى إن شاء الله أن تكون تفرز هذه الانتخابات عن اختيار الأشخاص المناسبين الذين سوف يتكفلون بإعطاء نفس جديد في تسير جماعات المحلية وبلوغ مستويات النمو الذي نرجوه جميعا حتى نخرج من بؤرة التسير الغير العقلاني الذي شهدته هذه الجماعات المحلية في ما سبق وطبعا هذا يتوقف هذا الفارق يتوقف على اختيار الكادر البشري الذي سوف يحدث هذه الطفرة التي نتمنها جميعا فهنيئا للجزائر وأدعو جميع مواطنين للتوجه بكثافة إلى صناديق الانتخاب حتى نتمكن من تحقيق الهدف المنشود من هكذا انتخابات شكرا لكم وفقكم الله جميعا إذن مشاهدين الكرام متابعي قناة الأجواء تغطيتنا مستمرة لهذا الحدث الوطني الهام نلتقي بعد قليل إن شاء الله لعرض باقي المستجدات مستجدات